العدوان على اليمن ولبنان وغزة الاحتلال اللي هو الدولة المارقة تدفع المنطقة للحرب الشاملة الموقف خطير الموقف خطير بيتأزم بيتأزم فيه علشان بس اللي يقول لنا المؤامرة ومشي فيه خطة فيه خطة الخطة دي شغالة شغالة فيه قلق في المنطقة أو فيه خوف علينا في مصر أي وفيه لازم ننتبه خليني أراحب بسيادة الواق محمد أشقوش مستشار مركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم أهلا بحضرتك أهلا بيتفن فيه خاطر واللي بتعمله هذه الدولة المارقة عايزة تودي المنطقة للحرب الشاملة بسم الله الرحمن الرحيم يعني نقول إن احنا عندنا بقر السراعة والبقرة دي بتزداد يعني دواني طب أنا حاستأذن حضرتك معلش يعني عندنا بس مؤتمر صحفي كده أنا بعتذر لحضرتك جدا دكتور محمد عندنا مؤتمر صحفي كده مهم إن احنا نطلعه علشان تبقى الناس متابعة لنائب رئيس الوزراء نتكلم فيه خاص بالعالمين وإطلاق الخدمة الصحية وشارع الخدمة الصحية بالعالمين نتكمل مع حضرتك بعد الفاصل بعد إذنك لأنه ده موضوع في غاية الأعمال تفضل طيب رحب حضرتك ومجددا وعايزة بس قبل ما أطلع فاصل نستقبل فيه لأستاذ جمال الكيشكي كلمة عن الحوار الوطني بعتذر بس لحضرتكو على المدخلات وللسادة اللي كنا نعمل معهم المدخلات النهاردة علشان كان فيه مؤتمر صحفي كان مهمة قوي أنه حضرتكو تسمعوا إيه اللي بيحصل فيه المؤتمر الصحفي واتبعه لأنه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة دكتور خليد عبد الغفار لما يتكلم عن إيه إيه إنت بتتكلم عن ملف تنمية بشرية وهنا بيتكلم حتى في المؤتمر الصحفي لفة ناظري بيقولك لأ المشروع اللي حاصل ده وشارع الصحة واللي بيحصل في العالمين ده ده خدمة لكل أهالي الساحل مش فقط للعالمين فعشان كده ده كلام في غاية الأهمين إنت بتكلم على تنمية بشرية بتكلم على تعاون واضح جدا ما بين وزارة الصحة وأيضا دوره كنائب رئيس وزراء تنمية البشرية وما بين الشركة المتحدة ده شيء عظيم لأنه إنت أي مشروع تقدر تعمله من غير ما الأعلام يوصلوا للمواطنين يبقى أنت يعني شغلك ما وصلش للمواطن فبالتالي هنا التعاون في غاية الأهمية دكتور خليد الحياة شكر الشركة المتحدة على الكوادر وإنها على طول في حالة تغطية مستمرة لكل النشاط اللي بيحصل ليه وزارة الصحة وملف التنمية البشرية ده جزء بسيط اللي حصل النهاردة ده أمام حضراتكو فيه المؤتمر لملف التنمية البشرية لأنه ده ملف تكليف في غاية الأهمية حنتبعه حنقول لحضراتكو كل تفاصيله لأنه ده تكليف من سيادة الرئيس خليني أطلع فاصل بعد الفاصل شرفني الكاتب الصحف الأستاذ جمال الكيش كنتكلم عن الحوار الوطن برحب بحضراتكو مجددا وبرحب بضيفي اللي مشرفني نهار ده الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكيش كنتكلم عن الحوار الوطن أهلا بحضراتك معنا أستاذ جمال أهلا وسهلا بحضراتكو بكل سيادة المشاهدين عندكو يوم الثلاث جلسة مهمة وصلتوا لفين تعرف فكرة في الحوار الوطني إيه؟ وأنا معرفش أنا بتكلم صح والله غلط اللي حققوا الحوار الوطني والتكلفات اللي قالها سيادة الرايس للحوار الوطني أو بمعنى أدق لما مخرجات الحوار الوطني سيادة الرايس قال أنا موافق عليها كلها ده خلتني أنا كمواطن نمرة واحد أسق في الحوار الوطني وشغله نمرة اتنين أنا سأفي علي فإن أنا أطلب منكو طلبات أو ملفات تنعشوها ما رفشت صح ولا غلط صح مية في المية شوف أنا أقول لحضرتك على حال يعني فكرة الحوار نفسها مبادرة نفسها أصلا إحنا معرفنهاش قبل كده قبل 26 إبريل عشرين اتنين وعشرين معرفنهاش كانت في التاريخ على يعني نمازج سريعة لكن ما كانتش بهذا الشكل أنت أمام مبادرة حقيقية انبسقت من ذاتها بمعنى إيه إيه إنه ما فيش رموت بيحركها آه قوة سياسية أطياف سياسية مفكرين متخصصين ده جزء مهم هذا التنوع في الحوار الوطني هذا التنوع طبعا وبالتالي هنا التجربة إنت رسخت فكرة إيه وده مكسب حقيقي كبير جدا صحيح أنا عشته وعيشه إنت تتكلمين النهاردة يعني مبارح كان مرور يعني سنتين وخمستاشر يوم على أول اجتماع خمسة يوليو وعشرين وعشرين مر خمسة وعشت كواليس لاجتماعات كلها صحيح وعلنية لاجتماعات كلها أي وعشت تجارب قبل كده في الدولة المصرية لا بأمانة إنت أمان بصمة سياسية غير مسبوقة طب إزاي إحنا مش بنقول كلام كده لا إنت كنت بتزيع الجلسات العامة على الهواء مباشرة أي وما فيش خطوط حمراء أي لكن كمان اللحظة ولدت المسئولية عند الناس خد بالك وبالتالي أنت بتخبط وتفتح أبواب وتطرق على كل الأبواب في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وأنت في منتغى الحرية وفي غاية المسئولية وبالتالي هنا الأمان المتبادل ما بين كل الأطراف والثقة تختلف في كل الأراء لكن أو في معظم الأراء أو في بعض الأراء لكن أنت أمام أرضية مشتركة عنوانها أو هو شعار الحوار أي المساحة مشتركة وهو لها علاقة بالدولة أنت تختلف في كل شيء لكن من أرضية الدولة نعم الوطنية كمان نعم لأنه كمان هو حطت من الأول خطوط حمراء لمنع اشتراك الجماعات الإرهابية والأخير وكل من تورطت يدي بالدماء في الاشتراك وبالتالي كلنا كمشان في واحد اتنين بقى هنا على التراكم لما نلاقي رأس الدولة المصرية أيوة وبالتالي دايما بقولي على الأحزاب وعلى القوة السياسية أن تستسمروا الفرصة لأنه هذا الباب دي فرصة تاريخية تاريخية لأنه هذا الباب من لم يدرك أهمية الدخول من هذا الباب للإقامة في دولة وطنية قطعا هو خاسر بأصل رجع كمان صحيح خد بالك لأنه أنت أمام رأس الدولة اللي بيدعم المبادرة وبيدعم الحوار ما فيش تصريح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيرها لما حتى يعني أفتكر كل تصريحات لما كنا في برج العرب في اسكنلية أنا أتعهد على أنه كل ما تقدمه من توصيات طالما في حدود اختصاصات الدستورية والقانونية موفع عليها إذا كانت تنفيذية حلها للحكومة إذا كانت دستورية أو قانونية حلها للسلطات التشريعية وبالتالي هنا كمان أنت كمان هنا بتأسس لفكرة دولة المؤسسات لدى كل المشاركين ماشي طيب دعم هذا الرئيس الحقيقة بعض طمأنيننا داخل الحوار طيب إحنا عملنا عشرات الجلسات أو مئات الجلسات في كل المحاور وقدمنا توصيات ربما السؤال اللي بيطرح ناس وعلى لسانك تقولي طب هيا فين التوصيات يعني مثلا ده سؤال مهم ونقشه مع بعض أنت النهاردة لما يطلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي ويقول في بيانه قدام مجلس النواب أن برنامج الحكومة الجديد استند بشكل كبير جدا على توصيات الحوار الوطني هو فيه أكبر من كده ثقة لما ييجي كمان في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد على في أول اجتماع في أول اجتماع على أنه يعقل اجتماعات دورية مع الحوار الوطني طب لما قبل ده أو ما بينهما يتم اختيار اتنين أعضاء في مجلس الأمناء ووزراء المستشار محمود فوزي وزير شؤون مجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتورة مايا مرشي يستحق التضامن الاجتماعي هنا الرسالة الرسالة أبعد الرسالة هنا جسور الثقة ما بين الحكومة وما بين الحوار هقول لحضرتك على حاجة تاني فكرة أنه أنتو في الحوار بتناقشوا قضايا كانت تبدو شائك زي الحبس الاحتياطي حستازن حضرتك أراحب بس بالأستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن علشان كان فيه مؤدمر صحفي في غاية الأهمية مش عارف حضرتك أكيد تبعته تبعته طبعا في العالمين مصطفى مساء الخير مساء الخير يا أستاذ عزة ومساء الخير على الأستاذ والزميل العزيز الأستاذ جمال كشك كان مستمتع جدا بحواره مع حضرتك العادة يعني حياتي ليك يا أستاذ مصطفى شكرا ليك يا أستاذ جمال شفت شفت المؤتمر الصحفي إزاي شفت الشراكة أو مشايزة أقول شراكة تعاون الواضح ما بين شركة المتحدة وما بين وزارة الصحة وكان المؤتمر الصحفي دكتور خالد عبدالغفار واتكلم على فكرة التعاون ما بينه شايف ده أعتقد مبادرة مهمة جدا وزارة الصحة المصرية منذ سنوات وتقوم يعني بتنفيذ مبادرات عظيمة أهمها على الإطلاق مبادرة مليون صحة لاستفاد منها عدد كبير جد طبعا عدد كبير جدا من المواطنين المصرين اللي اكتشفوا العديد من الأمراض اللي كانوا بيعانوا منها ومعندهمش فكرة وقطوة مهمة إن مهرجان بحجم العالمين يكون في تعاون تكتير مع وزارة الصحة المصرية مش علشان جمهور مهرجان العالمين فقط ولكن النقاط التي سيتم يعني افتتاحها للسدمات الصحية وعجبني إنه قال الخدمة لكل الصحل الشمالي ونصف الخدمة للصحل الشمالي كله وأهلنا كمان في مرسى مطروح يقدروا يستفيدوا من المراكز الصحية اللي يتم افتتاحها ومن عربات الإسعافة المتنقلة إحنا زي ما قلت ما حدثت قبل كده 2 مليون زائر يعني هيكونوا ضيوف على مدينة العالمين محتاجين محتاجين بالتأكيد رعاية الصحية وسرعة في يعني تلبيتها فأعتقد كان مهم جدا إن القائمين على المهرجان والشركة المتحدة ياخدوا خطوة زيادية بالتعاون مع وزارة الصحة في توفير رعاية الصحية لضيوف المهرجان نعم هو الحقيقة شكر كمان الشركة المتحدة والأستاذ عمر الفئي على اعتبار إنه ده لازم يوصل للجمهور فيوصل للناس وللجمهور عن طريق الأعلام صحية نعم نعم شكرك شكرا جزيلا وسيد مصطفى عمر رئيس تحرير جريدة الوطن أرجع لي الصديق جمالي كشكي كنت بقولك قضايا شائك الحبس آه أنتو الحقيقة برضو اللي ادى للحوار آه آه يعني إضافة وأهمية غير أهميته فكرة أن أنتو فتحتوا ملفات شائك منها الحبس الحقيقة شوف لا يمكن فتح أنتو أول ناس فتحتوا فالحوار بس عاز أقول لحضرتك ده بيعكس إيه خذ بالك الشعور الكبير لدى إدارة الحوار الوطني بأنه فيه إرادة سياسية قوية لفتح هذه الملفات لأنه الفكرة بتاعت الحوار هو ترتيب أولوات العمل الوطني والحوار مهتم بأضايا هو الإنسان منذ اللحظة الأولى ويعني القيادة السياسية وفلسفة القيادة السياسية سواء تبعنا في الاستراتيجية الوطنية لحوو الإنسان وغيرها وهذا يندرج تحت هذه الملفات أدرك الحوار الوطني والقائمين عن الحوار الوطني يعني هذه الإرادة القوية المهمة وعلينا بس يعني على الجميع اللي بيشوفنا دلوقتي في اللحظة دي يقف عند فكرة الإرادة السياسية كويس جدا ويتأملها ويأخذ الأضواء الخضراء كلها أنه الباب مفتوح للجميع وأنه يعني مصر بشكل حقيقي جادة في يعني مواصلة العمل الوطني ومواصلة الحوار الوطني ومواصلة الترحيب بالرأي وبالرأي الآخر ومواصلة مزيد من الانفتاح ومواصلة استكمال استكمال اختلفتوا في الحوار على فكرة الحبس الاحتياطي ولا اترى حندوك ازاي شوف يعني هو بعض الأراء لأنه المجلس الأماناء الهدف أنه بيضع أليات وينظم كيفية النقاش يوم الثلاث بعد بكرة يبقى فيه جلستين خاصة جلستين متخصصين هيشارك فيهم وفقا للقواعد المتبعة بيها من مجلس الأماناء ناس من المجلس النواب وناس من الأحزاب وناس حقوقيين واسد زد جامعات وكل الأطياف فيه توازن بقى هنا فيه ميزان للمشاركين حتى يضمن أو يضمن النقاش خروج أو مشاركة كل الأراء والألوان السياسية للوصول إلى صيغة تدابير الحبس الاحتياطي علامات الاستفهام مدة الحبس الاحتياطي البديل عن الحبس الاحتياطي ماذا لو هنا لأنه وإحنا بنتكلم برضه وما ناخدش الأمور على عواهنها لأنه أنا ممكن واحد يتحبس حبس الاحتياطي في سرقة بيتي في سرقة بيت جبالي في كشكي وبعد لما كمل مدته في الحبس الاحتياطي بيتم وبالتالي هو مش بيعاقب على قضية واحدة هو بيعاقب على كذا قضية أنت متعرفش أنت بتقرأ بس الأخبار لكن في الحقيقة لما تخش في الموضوع ممكن تلاقي واحد مثلا أنت متهيأ لك أنه قاعد في الحبس الاحتياطي سنتين وثلاثة واربعة لأ هو عنده أكتر من قضية في كل قضية قد يكون لا قد يكون ما يصار حول الاحتياطي وبالتالي هنا الخلطة من الأشخاص والشخصيات المتخصصة والخبراء والسياسين اللي بتشارك يوم الثلاث أنا في تصوري أنها ستخرج بتصور وتوصيات من شأنها الوصول إلى التدابير المناسبة بالإضافة لده كمان يوم الثلاث أنه سيرفق بالتوصيات بعض الأسماء من المحبوسين يتم رفعها لوضعها تحت بصر السيد الرئيس عايزة فهمها من نجد شوف يعني في أسماء كتير جدا شرحال في أسماء يعني طبعا إحنا بنحترم القضاء بنحترم استقلالية القضاء في كل وقت طبعا وكل التحاوى التقدير إحنا دولة مؤسسات طبعا القضاء والنائب العام وغيره ولكن طبعا في بعض الحالات اللي النيابة نفسها تعيد النظر فيها نعم مثلا كان فيها مظاهرات لا علاقة بالقضاء الفلسطينية لا علاقة بمطشات كورة لها علاقة ولكن هؤلاء يحتاجوا بشكل حقيقي إعادة النظر نعم ومن ينظر الوحيد هو الجهات المختصة الجهات القضائية التي لها كل الاحترام نعم يعني القائمين على الحوار الوطني أكدوا على ذلك طول الوقت في الجلسات ولكن خلينا نقول أنه يعني الحبس الاحتياطي واحد من القضايا المهمة الشائكة التي اقترب منها الحوار الوطني واخترب بإرادة سياسية ويعني التقط خيوط الإرادة السياسية وصار عليها رقم واحد رقم اثنين فيه قضايا مهمة يوم الثلاث هتخرج حاجات محددة بأسماء معينة ومخرجات جلسة يوم الثلاث هتعرض على السيادة الرئيس توصيات ومخرجات يوم السلساء من الساعة 11 لغاية الساعة 5 هتعقد جلستين بعد انتهاء الجلستين سيتم صياغة مجلس الأمناء ربما في نفس اليوم أو في مجلس اجتماع يعقد اجتماع مجلس ومناء خاص لصياغ التوصيات التي نتجت عن الحبس الاحتياطي الجلستين ويتم رفع هذه التوصيات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرفق مع هذه التوصيات مجموعة من الأسماء وده حق على فكرة لرئيس الدولة يعني في حالة العفو فقط يا فاندب العفو العفو هنا وفقا للقانون دول هايبقوا جوه لا ما هو العفو خلينا نوضح بس نوضح عشان ما يبقاش لابس العفو هايبقوا عفو لا لا العفو لمن حكم عليهم أو صدرت ضدهم أحكام نهائية كويس أحكام نهائية ده حق دستور للسيد الرئيس بالزبط تمام زي ما حضرتك بتقولي فيما يتعلق به بعض المحبوسين على زمة يعني الحبس احتياطي أو غيره وعاد النظر فيه من قبل الجهات القضائية نفسها ده مهمة أوي اللي بيقوله لأستاذ جمال لأنه اللابس عند الناس كتير فبالتالي ده أمر لكن بالإضافة للحبس الاحتياطي كمان فيه قضايا مهمة جدا احنا على جدول أعمالنا نظام السنوية العامة الجديد مشاكل الدعم انتو عندكوا قضايا جماهرية جدا يعني خلينا اقول كده مطلب شعبي مطلب شعبي والأهم من ده دعم نقضي والدعم العين عندكوا مشاكل السنوية العامة بنطالب بفكرة إحالة مقوانين الانتخابات لمجلس النواب وانتخابات الشيوخ نطالب الحكومة بإحالة قانون المجال الشعبية المحلية مكافحة التمييز ويعني غيرهم من القضايا الحقيقة السنوية العامة هنا حتنقشوا النظام الجديد النظام الجديد لأنه يعني يعني مش عايزين يعني ده أمر لازم يتم وضع نهاية ليه فيه استراتيجية عامة كنا اتكلمنا عليها في الهوار مثال عليها طبقت السياسات العامة لأنه مهم في السنوية العامة تبقى فيه سياسات عامة مش نظام يخضع لمزاج كل مسؤول ييجي كل وزير ييجي كل وزير ييجي أو كل مسؤول ييجي لا الأفضل أنه فيه نظام للسنوية العامة كل مرة بنقول كده والله في الآخر برضو كل وزير ييجي بيطرح بس ده غلط ده غلط لأنه تاريخي ده شو الثقافة الموجودة فيه فيه فكر أنت السنوات اللي كانت فاضية دي سنة ستة ومعرفوش يعملوا فيه بعدين خمسة ترجع تاني وبعرفش ومعرفوش يعني دورتاني ولا لأ ولا فيها إيه وفيه مناهج عدد المناهج لا والمناهج نفسها المناهج نفسها فيما طالب ورسال بتجيلنا في الحوار الوطني لابد من إعادة النظر في المناهج إضافة مواد جديدة أو حزف مواد جديدة تمام والسيس جمال فيما يتعلق مثلا بحاجة زي الدعم النقدي والدعم العيني ومجموعة الحوار في منها يسار وفي منها الناس عنده وجهة نظر وفي من أو في من غالبا صعب تتساوى القراء يعني أقصد لازم كفة بتترجع ولا مين بيحسن شوف يعني أنا أحاية حضرتك على السؤال ده بس هو السؤال ده من صعوبته لأنه قراره صعب أنت بتتكلم نفسيا الناس يعني يعني متعودة على النظام معين لكن أنت عشان تحسب ده وتاخد قرار إحنا ناقشنا فكرة إيه عشان نعمل جلسات نعمل جلسات من كل فئات المجتمع وكل شراح المجتمع وقبلهم المواطن قبل الخبر والمتخصصين وتسمع حالات أيضا بعض الاقتراحات أنه تبقى فيه استطلعات رأي استطلعات رأي ده مهم لأنه هنا وإحنا نناقش في الإعلام كل الحاجات ده عملية جراحية تحتاج يعني عناية شديدة جدا ودقة تمشي على الحب أب الزبط وبالتالي هنا علشان يعني يعني تنص في الحقيقة أيوا وتنص في المصلحة العامة أيوا لابد أنك تاخد مجهود في دراستها رقم واحد رقم اثنين أنه تعمل استطلعات رأي اللافت هنا بقى يعني اللافت وأنا بقول ده يمكن بعد المؤتمر بتاع دكتور خالد عبد الغفار وابتاع كل وزارة على عدة ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بها شكرك شكرا جزيلا كاتب صحفي الأستاذ جمال الكيشكي بشكرك فاند بشكر حضراتكم نفسي كل الأضايا خاصة بحضراتكم تطرح في الحوار وطني وياخد فيها قرار زي قانون الإيجار القديم زي حاجات كتيرة قوية حكلم حضراتكم فيها الحلقات اللي جاية لضيق الوقت شكركوا شوفكم بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء